سبعة برامج تمويلية جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كشفت عنها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بنك التنمية العماني حيث جرى خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي التعريف بالشروط والإجراءات المتبعة في عملية التمويل بالإضافة إلى استعراض برنامج جاهزية رائد الأعمال وأهدافه والفئات المستهدفة هذا العام أيضا سيشهد العديد من البرامج في مقدمتها نسخة جديدة من برنامج التوجيه والاستشارات سنشهد بإذن الله خلال هذا العام توسع في موضوع الاحتضان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو كما ستشاهدون أيضا اليوم التأكيد على جانب التمويل والبرامج التمويلية بحلة جديدة أيضا هذا العام وهذا العام أيضا سوف يشهد الكثير من البرامج التدريبية والتأكيد على جانب الصناعات الحرفية ويعمل بنك التنمية العماني على إدارة المحفظة الإقراضية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وآلية تلقي طلبات البرامج التمويلية الجديدة وتحليلها ودراستها والتأكد من استدامتها طبعا أهم ما يميز هذه المرحلة من هذه البرامج التمويلية هي برنامج جاهزية رائد العمل هذا البرنامج حقيقة سيعمل بشكل ممتاز جدا في عملية استدامة هذه المشاريع وكذلك نجاحها وقدرتها على سداد الأقصات المستقبلية لهذه القروض وتسعى اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين إلى توفير البيئة التنظيمية المشجعة لنمو والتطوير بيئة الأعمال لهذه المؤسسات والحرفيين ومن أبرز ملامحها تحديد أدوار ومسؤوليات كل من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العماني مميز هذه اللائحة وجود حقيقة جراءات مرنة وشروط مرنة أيضا حددت اللائحة مجموعة من المرتكزات منها صقف التمويل الذي يصل إلى 250 ألف ريال عماني وكذلك نسبة المساهمة للأفراد والمساسقين المتوسطة في التمويل لا يتعدى 10% كما حددت اللائحة التنظيمية الشروط الواجبة توافرها لمن يتقدم للحصول على التمويل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين وآلية تقديم الطلب والمستندات والبيانات المطلوبة